على الرغم من أن نجيب محفوظ كان يبدو أنه هو رجل بسيط بيعشق الحياة البسيطة الموظفة المنظمة يعني موظف في مكتبه ثم إلى القهوة ثم يجلس للكتابة لكن خلف ده كان أديب نوبل صاحب عقلية فلسفية جعلت فكره فكر عابر للأزمنة وجعلت أدبه أدب خالد لأجيال وأجيال ده اللي خلى رواياته تترجم لتلاتين لغة وده اللي خلى العالم كله يتذكره حتى الآن وفاته اللي مر عليها ستة عشر سنة النهاردة إحنا بنتذكرها وبنحي فيها ذكرى وفاته علشان هذا الرجل ربما العالم بأسره تحدث عنه كما تحدث عنه المصريين خلال نهاردة نرحب بالكاتب والنقد الدكتور يسري عبدالله والسادة الأدب والنقد الحديث بجملة حلوان حيتحدث معنا عن الجوانب الأدبية لنجيب محفوظ عن علاقته بالسينما كيف ترجمت أعماله أيضا إلى لغات أخرى أشياء كتير جدا ربما حنا نواله بالتفصيل مع الدكتور يسري أهلا بحركة فندم بنور النور أهلا محافظ أعلني فندم صباح الخير صباح النور العالم النهاردة كله ما زال يتذكر هذا الرجل يعني ربما ما فيش أديب مصري قدر أنه هو يؤثر على المستوى العالمي وتقرأ أعماله وتترجم أعماله لتلاتين لغة غير نجيب محفوظ ما هو السر في ذلك؟ يعني طبعا ده سؤال وجيه ومهم في الحقيقة هو نجيب محفوظ أولا استعدت استعدى لمجموعة من القائم المهمة في الثقافة الوطنية بشكل عام وفي الأدب الإنساني ليس على المستوى المصري المحلي أو العربي ولكن في الحقيقة على المستوى العالمي نجيب محفوظ يعني بوقف الزكرة الأدبية لأعتبارات عديدة ونجيب محفوظ نجح في كسر ما يسمى بأصور النخبة يعني نجيب محفوظ ربما من الكتاب القلائل اللي هم امتلكوا هذا القرق العام أو هذا المتلق العام يعني بتجد أن كل من تعامل مع الثقافة حتى لو ليس على مستوى عميق هتجد أنه يمكن أن يكون قارئة لأعمال نجيب محفوظ لأن أعمال نجيب محفوظ في الحقيقة وده جزء من وجهتها ووجهة كتابة نجيب محفوظ بتحمل مستويات متعددة في التلقي وتحمل قراءات مختلفة ومتنوعة طلة الوقت وده واحد من الأسباب المركزية في الحقيقة في بقاء أدب نجيب محفوظ حتى اللحظة نجيب محفوظ يكتب نصا مفتوحا قابلة لعشرات التأويلات قابلة لعشرات الدلالات الأمر الآخر أي حد يفهمه من وجهة نظره نعم من وجهة نظره نعم وهذه المستويات من التلقي ومن التأويل بتتسع وتختلف من قارق إلى قارق آخر الأمر الآخر أن نجيب محفوظ عامل على ما أسميه بالوطر الإنساني يعني كان نجيب محفوظ منشغلا جدا بما يسمى الوطر الإنساني اللعب على تلك المساحات الرهيفة داخل النفس البشرية لذلك ستجد أن مثلا شخص عديدين داخل روايات نجيب محفوظ هي شخص مركبة يعني على المستوى النفسي مثلا هتجد أن نجيب محفوظ بيهتم حتى ما نسميه بالمرتكزات التقليدية في البناء والمرتكزات الكلاسيكية في بناء النص الروائي زي عنصر الزمان عنصر المكان ستجد أن نجيب محفوظ يتعامل مع هذه العناصر من منظور مختلف الزمن مثلا لدى نجيب محفوظ أو في أعمال نجيب محفوظ هو فضاء للوجود نفسه للوجود البشري وفضاء للوجود الإنساني وفضاء للنفس البشرية القلقة والمأزومة والتي دائما تقف في مفترق طرق التعامل نجيب محفوظ مع المكان ومثلا أنا أذكرك وأذكر الأستاذ المشاهدين برواية زقاء المداء الفيلم الشهير عملته الفنانة العظيمة شادية هتجد أن نجيب محفوظ مثلا في رواية زقاء المداء هتجد أن المكان بطل مركزي فكرة الزقاء المكان شديد الضيق اللي بينعكس على سيكولوجية أو نفسية شخصيات الرواية فهناك دائما وعي من نجيب محفوظ بهذا الجدل الخلاق ما بين الشخصيات ما بين المكان ما بين الزمن الرواية وهذا الأمر في مجمله جعلانا أمام كتابة مختلفة نعم أضف إلى ذلك رغبة نجيب محفوظ الدائمة في التطور يعني في فكرة التجديد المستمر نجيب محفوظ كان يعني كان ملعن بفكرة يعني على الرغم أنه كاتب كلاسيكي إلا أنه كان ملعن طيلة الوقت بالتجريب كان ملعن بخوض غمار تجارب جديدة في الكتابة وهذا مثلا رأيناه في روايته ميرامار في رواية ميرامار هي رواية بنقول عليها أو بنطلق عليها أنها رواية أصوات يعني هذه الرواية محكية من قبل أصوات سردية متعددة يعني كل شخصية من شخصات الرواية بتحكي فصل فيها ثم تأتي شخصية أخرى لتحكي فصل آخر من منظور مختلف هذا الشكل أو هذا التكنيك لم يكن مطروقا على نحو كبير داخل الرواية العربية في ترك الفترة ودي من الروايات التي كرست لهذا الاتجاه التقني في الكتابة فنجيب محفوظ كان في الحقيقة ملعن بفكرة التجريب واعيا بأصول البناء الكلاسيكي مثل حالة فريدة ليس فقط في تاريخ الرواية المصرية ولكن في تاريخ الرواية في العالم إيه سر حبه في الحارة وشخصيات الحارة المؤثرة ده السؤال المهم لأنه هو نجيب محفوظ ملع بالمكان أصلا ولذلك ستجد أن المكان وطبعا من بينه الحارة وفكرة المقهى يعني في أماكن مركزية في أعمال نجيب محفوظ الحارة المقهى هتجد أن هناك أعمال مثلا لدى نجيب محفوظ عناوين هذه الأعمال الرواية هي عناوين الأمكانة يعني هتجد ميرامار مثلا بمسيون أو فندق صغير في مدينة الإسكندرية هتجد السلسية هي أسماء الأمكانة هتجد بين الأصرين أصر الشوق السكرية يعني فكرة المكان لدى نجيب محفوظ هي فكرة مركزية بتؤثر وبتتعاطى مع الشخصيات طبعا ولا علاقة بالزمن ولا علاقة بالتحولات المكان عند نجيب محفوظ بيرصد من خلاله شخصية مستقلة ما يسمى بتحولات المكان كان يمكن يكون كان بيفكر في المكان الأول وبناء عليه كان بيبني شخصيات حواليه لا ما أقدرش أقول كده لكن أقدر أقولك أن المكان مركز في أعمال نجيب محفوظ ردا على سؤال حضرتك الحارة هي نموذج مصغر لشرائح اجتماعية داخل المجتمع المصري أو المجتمع اللي بيحكي عنه نجيب محفوظ ولذلك هتجد أن في سنفخان الخليل أو في زؤال المداء أو الأعمال اللي هي أو مثلا في بداية ونهاية هتجد أن شخص الحارة ممثلين لشرائح متعددة داخل المجتمع المصري حتى على الرغم من حالة التباون الطبقي لكن كل الشخصيات هي متجاوزة البعد الفردي لها وتعبر عن زوات جماعية يعني الذات أبعد من خدودها الفردية الخاصة فكرة الحارة البقها أماكن أساسية في أعمال نجيب محفوظ وتتخذ دائما كتاكئة أو كأساس للاشتغال على قضايا أخرى وعلى موضوعات أكثر التساعدة في قاعدة عندنا في الإعلام بتقولها الإغراق في المحلية يوصل للعالمية هل دا كان سبب من أسباب نجاح نجيب محفوظ على المستوى الدولي أنه هو أغرق في المحلية ووصف الشارع المصري والحارة المصرية والمقال المصري بأوصاف دقيقة جدا وتوغل داخل الشخصية المصرية بكل تفاصيلها وتعقداتها وتركباتها المقولة دي صاحبة فوز نجيب محفوظ بالجائزة وأصبحت مقولة من المقولات بنطلق عليها المقولات المسقوقة يعني أن مقولة أصبحت كأنها مقولة جاهزة يعني كل نجيب محفوظ أغرق في المحلية فوصل إلى العالمية طبعا نجيب محفوظ كان مهتما بالإنسان وهو من نمط الكتاب الذين يكتبون عما يعرفون يعني نجيب محفوظ يكتب عما يعرفون ولذلك وتساقن مع هذا المعنى أو مع هذا المنح من فهم العالم وفهم الكتابة هتجد أن نجيب محفوظ كل الشخص الذين كتب عنهم في رواياته كل المحكي عنهم في رواياته ستجد أنهم شخص وكأنهم بدأوا شخص من لحم ودم كأنهم شخص خارجين من رحم هذه البيئة من رحم هذا الواقع نجيب محفوظ بالمناسبة على الرغم من هذا البعد المحلي اللي أنت بتشير إليه هتجد أن هناك دائما حضور لما نسمى الإنسان أو ما نسمى القيمة الإنسانية بمعناها العام ولذلك ستجد أن النص مغرق شديد الأغراق في المحلية زي زواء المداء ممكن تجد أن مخرج مكسيكي يصنع منه عمل فني وده حصل بالمناسبة حصل إزاي؟ أن مخرج مكسيكي اهتمد عليه لصناعة عمل فني على هذا النص الروائي بما يعني أن على الرغم من هذه هذه المحلية التي يورق فانا جيب محفوظ إلا أنه كان في الحقيقة ملعن بهذا الإنسان الإنسان هنا بمعناها العام وبحضوره المتجاوز هالفكرة الضيقة ربما الكشف اللي ذكره هدي ابن الكبير أستاذ يوسف القعيد لو صحت هذه الرواية ولو صحت أن هناك عمل كامل وليست مجرد أوراق أو خواطر وأن هذه الأوراق يعني في طي الرواية باعتقادة كيف سيكون تأثير هذا الأمر على المستوى العالمي قبل المستوى المحلي يعني طبعا الفكرة أن هناك أعمال مجهولة لكاتب كامير بحاجة بنجيب محفوظ هو حدث لا جدل في ذلك وهذه الأمور بالمناسبة يعني يجب دائما التحقق منها يعني يجب التحقق من صدقية الأوراق صدقية الكتابة عبر طرائق عديدة الأسلوب لأن بنته نعم هي اللي قالت يعني نعم لأ أنا بتكلم في المطلق وشير بشكل عام لفكرة الأوراق المجهولة الحضور أما بشأن هذا الأمر فيما تعلق دي بالعالمي نجيب محفوظ طبعا هذا حدث كبير في الحقيقة حدث فارق وسيكون له ما بعده لكن ليمكن طبعا الحكم بشكل قاطع على هذا الأمر قبل قراءة العمل يعني أو أن يكون بين أيدينا خليني أفكر مع حضرتك بصوت عالي يعني لو كان نجيب محفوظ راضي عن العمل ده أكيد كان نشره ما هو هذا جزء الذي أردت أن أقوله في الحقيقة في البداية أن فكرة الأعمال المجهولة في شكل عام هي فكرة ملتبسة للغاية هذا في المطلق يعني ليس له علاقة بهذا الأمر فقط يعني لماذا ملتبسة؟ لأن الأعمال حينما يعني إذا كانت قد وصلت لدرجة من النضج من وجهة نظر كتابها فإنهم سيصدرونها في حياتهم لكن فكرة أنها تصدر بعد رحيل الكاتب هذا الأمر يعني أنا في الحقيقة يعني لا أحبزه يعني على المستوى الشخصي على أي حال يعني كثيرون يمروا على هذه الدنيا بدون تأثير ولكن لما بنشوف شخص بحجم أديبنا الراحل أديب نوبل الأستاذ نجيب محفوظ مر 16 سنة على وفاته وما زال العالم حتى الآن بيتذكر أعماله وما زال أدباء العالم النهاردة بيحتفوا به وما زال بنشوف ندوة في مثلا عاصمة أوروبية أو في مدينة بعيدة بتتكلم عن أديب نوبل فإحنا بصراحة إحنا بنكون في أشد الفخر أول أديب عربي يحصل على الجائزة نوبل بل أول عربي أو الشخصية عربية في العالم العربي كله تحصل على هذه الجائزة سنة 88 كان أديب نوبل أعماله اللي ما زالت حتى الآن مخلدة ويذكرها التاريخ موجودة في السينما وموجودة في كل المكتبات شهدة على شخصية مصرية اللي في الحارة واللي في المقهى أعتقد أن كل هذه الأشياء بتدل عليك قدام شخصية فريدة جدا من النهارة أكيد كل شكر لك ضيفنا لنوارنا النهاردة يعني بنشكر حريك جدا على وجودك معنا ترجمة نانسي قنرجة شكرا